في فترة من الفترات كان هارولد هام مزارعاً وعاملاً في محطة وقود منعته ظروفه المادية المضطربة من متابعة تعليمه لكنه اليوم شخصية اقتصادية فذة مع ثروة تقدر بما يزيد على 25 مليار دولار فما قصته؟ ولد هارولد هام عام 1945 في ولاية أوكلهوم الأمريكية لأبوين يعملان في الزراعة وكان الأصغر بين 13 طفلاً فكان وهو طفل يجمع البيض ويحلب الأبقار ويسقي الخنازير ويشارك في أعمال حقول القطن مع عائلته كل خريف في سن السادسة عشر بدأ هام التعرف على صناعة النفط في وقت مبكر حيث انتقل إلى منطقة شمال غرب أوكلهومة المعروفة بصناعة النفط وعمل في محطة وقود حيث توقفت مسيرته التعليمية بعد الثانوية العامة لأسباب مادية ثم تابع العمل لدى مقاول يقدم خدمات في حقول النفط لكن الضربة الموجعة له كانت عندما توفيت والدته وهو في الثامنة عشرة من عمره بمرض السرطان وبحلول سن 21 عاما حصل هارولد على قرض بقيمة ألف دولار لشراء صهريج فأصبح ينقل طين الحفر والمياه في النهار فيما يدرس خرائط النفط في الليل قبل أن يؤسس شركة كونتيننت الريسورس النفطية في عام 1967 في عام 1971 قام هام بحفر أول بئر نفطية لشركته مع قدرة لإنتاج 20 برميلا في الساعة وهو ما يعد بداية جيدة قبل أن يجد البئر الثانية التي أنتجت بمعدل 75 برميلا في الساعة ومن ثم نمى الموقع إلى حقل تبلغ سعته 6 ملايين برميل واصل هام تطوير أعماله حيث أصبحت لديه عمليات في مناطق جبال روكي ووسط القر وساحل الخليج قبل أن ينجح في تطبيق رؤيته لاستخدام الحفر الأفقي والتكسير الهايدروليكي في منطقة باكين في ديكوتا الشمالية مما أدى إلى إحداث تحول في صناعة النفط الأمريكية خلال فترة التسعينيات في عام 2005 سجلت الشركة دخلا صافيا قدره 194 مليون و300 ألف دولار وإيرادات قدرها 375 مليون و800 ألف دولار ما شجع هام على طرحها للاكتتاب العام في عام 2007 حيث باتت تنتج ما يعادل 400 ألف برميل من النفط والغاز يوميا قبل أن يعود ويستحوذ مع أبنائه الخمسة على الشركة في صفقة بقيمة 27 مليار دولار في عام 2022 ليرفع بذلك ثروته إلى 25 مليار و200 مليون دولار بحلول العام 2023 مع الوقت أصبحت شركة كونتيننتل ريسورسز من أكبر عشر شركات مستقلة منتجة للنفط في الولايات المتحدة ورائدة في نهضة الطاقة الأمريكية وأكبر مستأجر وأكبر منتج في حقل النفط الأول في البلاد فيما حصل هام على تكريمات وألقاب محلية بسبب مساهماته في أمن الطاقة في البلاد وتطوير صناعة الغاز كما تم تقدير عمله كمؤسس للتحالف المحلي لمنتج النفط